أعلن معتقل سجن حمال المركزي السيطرة عليه مجددا بسبب عدم التزام النظام بالإفراج عن العدد الذي اتفق عليه الشهر الماضي وأفادت مصادر من داخل السجن بأن السجناء أسروا ضابطا برتبة مقدم وعددا من عناصر الأمن فيما رد النظام بقطع المياه عن السجن هذا وتتواصل المفاوضات بين المعتقلين والنظام داخل السجن بعد تدخل قائد شرطة حمال وسط مخاوف من محاولات النظام اقتحام السجن ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب الصحة في سوري شيار خليل بداية أهلا بك سيد شيار مرحبا بك سيد شيار ما تفاصيل الاستعصاء الجديد لمعتقلي سجن حمال مركزي نعم السبب الأساسي للمعاوضة الاستعصاء عدم التزام النظام بتنفيذ الشروط التي تم اتفاق عليها بين المعتقلين وبين النظام في الهدنة السابقة النظام وعد المعتقلين بأن يفرج عن 491 معتقلا من هذا السجن ولكن لم يفرج إلا عن 160 معتقلا وكان بينهم ثلاثة شبيحة يعني ثلاثة مساجين بتهم أخرى من الشبيحة ينتمون إلى النظام يعني النظام عمليا لم يلتزم بالوعودة التي طرحها أو وعدها للمعتقلين عن طريق المعارضة الداخلية أو ما يسمونه بمعارضة حميمين الشيخ نواف الملحم هذا كان سبب أساسي للمعتقلين بأن يعودوا الاستعصاء أنت ذكرت عزيزتي أنهم قاموا باحتجاز ضابط وعدة عناصر نعم ولكنهم أفرجوا في ساعة متأخرة من الليل عن المقدم وهؤلاء العناصر كحسنية من المعتقلين أي أنهم يستطيعون أن يحتجزوا الضباط والعناصر ويقتلونهم أيضا ولكنهم قالوا بعد قدوم اللواء قائد شرطة حماة واتصال وزير الداخلية فتح خط مباشر مع وزير الداخلية أننا سنفرج عنهم ولكن نريد أن تنفذوا بنوذكم للأسف الشديد العالم مقصر جدا العالم الدولي مقصر جدا بهذا الملف ملف المعتقلين الذي هو من أهم الملفات السورية في هذه الثورة لا أحد يلتفت إلى هذه الظاهرة بأن تحول المعتقلون داخل هذا المعتقل إلى مفاوضون عن حياتهم هم أفرجوا إلى الآن عن 160 معتقلا وهذا يعتبر بالنسبة لهذه الثورة إنجاز كبير لم يحدث خلال هذه الخمس سنوات أبدا نعم طيب كيف يبدو الوضع حاليا في السجن وما المخاطر التي قد يتعرض لها السجناء المخاطر هذا النظام مهما وعد لا نستطيع أن نعطي له ظهرنا لأن هذا النظام تعودنا على غدره هو وعد عن طريق اللواء قائد شرطة الحماوة ووزير الداخلية بأن محكمة الإرهاب لا تتعاون وكأننا في دولتين نسنا في دولة واحدة وسنسعى للإفراج عن هذا العدد خلال هذه الأيام الآن قبل أن أتحدث معك منذ خمس دقائق أتت أربعة أسماء واحد منهم من الشبيحة يعني هو من مسجوم بتهمة أخرى ويرفع تقارير أمنية بالمعتقلين من داخل السجن أفرج عنه إضافة إلى ثلاثة معتقلين نحن ننتظر اليوم لتنفيذ هذه البنود الوضع هادئ المعتقلون يركزون على نقطة واحدة أنهم سلمين لأنهم معتقلون في الداخل يعني هم تحت سيطرة النظام هم سلمين في استعصاهم ولكن سيستمرون إلى تنفيذ النظام لهذه البنود نحن من جهتنا نحن المشرفين على هذه الحملة ومسانات المعتقلين في الداخل على تواصل مع مكتب ديمستورو والأمم المتحدة وعدد خارجيات دولية نسعى للضغط الكبير حتى على الروس للإفراج عن هؤلاء المستعصون داخلنا نعم الصحفي السوري شيار خليل أشكرك جزيلا شكرا